المثنى الديوانية واسط ثلاث مدن أصبحت تحت إدارة وزارة الداخلية أمنياً ضمن خطة حكومية أوسع تقول مصادر إنها ستشمل مدناً أخرى في المستقبل وخلال السنوات الماضية سعت الحكومات المتعاقبة إلى إحلال قوات محلية بدلاً من الجيش لكن الأوضاع الأمنية والحروب التي شهدتها البلاد حالت دون ذلك فضلاً عن تشابك الصلاحيات وتوزيع مهام القيادة بين قوات وأجهزة عسكرية وأمنية مسؤولون أمنيون رأوا أن نقل الملف الأمني من وزارة الدفاع إلى الداخلية أمر طبيعي بعد زوال التهديدات الأمنية فيما عارض الرأي مراقبون بتفسير يذهب إلى ضرورة تحتم عملية النقل بعد بروز تهديدات كتلك المتعلقة بالجريمة المنظمة واندشار السلاح المنفلت والمخدرات والعنف الأسري المنهج الوزاري لحكومة الشياء السوداني تضمن بنداً ينص على صحب جميع وحدات الجيش من المدن وتسليم الملف الأمني لوزارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزات الأمنية مثل الأمن الوطني والاستخبارات إذ قرأ محللون العملية على أنها معول قوة للجيش بعد انشغاله سنوات في المعارك العسكرية وضبط الأمن الداخلي وهو الأمر الذي تسبب بتلف آليات ومدرعات فضلاً عن خسائر بشرية رؤية دولية تعكس مخاوف حقيقية تتمثل بضرورة أن ينتقل الجيش العراقي إلى مرحلة الانشغال التام بتصفية خلايا الإرهاب سيما بعد أن أصبح تنظيم داعش يفكر بسيناريو تجميع قوة والعودة من أبواب الفراغ الأمني لكن عملية النقل لوزارة الداخلية ليست بالأمر السهل يقول خبراء تحديداً فيما يتعلق بقدرة الحكومة على ضبط الملف الأمني في المدن لوجود نفوذ يتحكم ببعض مجريات الأحداث الأمنية ما يعني دخول الحكومة في عش الدبابير فإن لم تستطع أو كما يرى محللون أنهى اختبار صعب على حكومات متعاقبة يبقى العامل الزمني رهن تقييم ما سيواجه الحكومة الحالية أمام تحقيق هدف المنهج الوزري من عدمه إذ لا بد من تنصيق حقيقي تجمع عليه القوى السياسية خوفاً من الدخول في مواجهات فوضوية مع بعضها سيما أصحاب النفوذ في ميليشيات السلاح المنفلد